وعلى همشي فعليات خامس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني أكدت جاكلين عازر نائبة محافظة الإسكندرية إنه تم مناقشة اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وأهمية تحقيق المركزية في الإدارة وأشارت عازر إلى أن العمل على التقسيمات الإدارية للمحافظات والمدن والقرى والمراكز وغيرها تساعد على تطوير العمل بالمحافظات إحنا في الجلسة النهاردة تناقشنا على مجموعة من النقاط أولهم كان اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وقالت التكامل ما بينها وما بين دور الإدارات المحلية وإزاي تكون المجالس الشعبية المحلية بالفعل لجسر تواصل حقيقي ما بين القيادات التنفيذية الموجودة في المحافظة وما بين المواطن الموجود في الشارع باهتماماته ومتطلباته واحتياجاته تترقنا كمان لجزئية المركزية واللمركزية في الإدارة وكيفية الطريق للتحول اللامركزية كما نص الدستور إيه الكفاءات المطلوبة تكون موجودة إيه هي التحديات الموجودة على الأرض بالفعل للتنفيذ اللامركزية تترقنا كمان للحديث على التقسيمات الإدارية للمحافظات المدن والقرى والمراكز والأحياء وغيرها إيه المتطلبات الموجودة بالفعل النهاردة على أرض الواقع هل التقسيمات دي بتساعد على العمل أم بتعويقه إيه الحاجات الممكن نبقى بنضيفها إجرائيا تساعد على أن يكون الجزء ده إجرائيا أفضل